أقام اتحاد حلبشة للكاراتي بطولة الكاراتي للبنات في مدينة حلبشة بهدف رفع مستوى اللاعبات بإشراف ممثلية حلبشة للجنة الأولمبية وشارك في البطولة 125 لاعب من عشرة أندية من محافظتي السليمانية وحلبشة بإشراف ممثلية حلبشة للجنة الأولمبية واتحاد حلبشة للكاراتي قمنا بتنظيم بطولة كاراتي للبنات في محافظة حلبشة وانطلقت فعاليات البطولة بمشاركة 125 لاعبة من عشرة أندية للكاراتي في محافظتي حلبشة وسليمانية للفئة العمرية من 7 إلى 18 عاماً بإشراف لجنة تحكمية تتكون من 16 حكام دولي وأسيوي وهدفنا من تنظيم البطولة وهي المرة الأولى تقام في محافظة حلبشة تقديم خدمة للحركة الرياضية في المنطقة وبالتأكيد هذه البطولة سيكون لها دور كبير في تشجيع اللاعبات ورفع مستوه الرياضي وتستمر البطولة حتى مساء اليوم ونبذل جهدنا لتنظيم هذه البطولة في محافظة حلبشة خلال الأعوام القادمة فلعبة كاراتي متقدمة في المدينة ولاعب كاراتي حلبشة أعضاء في المنتخب الوطني ويحرزون مراكز متقدمة في البطولات الدولية